موسيقى الرئيس السيسي يواجه بزيادة مرتبات العاملين بالدولة ورفع الحد الأدنى للأجور وزيادة المعاشات المبعوث الأممي إلى سوريا يطالب بإدخال المساعدات الإنسانية بدون قيود أو شروط ويحذر من مجاعة كارثية موسيقى البيت الأبيض يؤكد مجدداً رفض كوريا الشمالية كل مبادرات الدخول في حوار موسيقى الثالث صباحاً الواحدة بتوقيت جنينتش مجزء إخباري أتيكم من القاهرة أهلاً بكم واجه رئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة مرتبات جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة بإجمالي نحو 37 مليار جنيه ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه وفي اجتماع مع رئيس الوزراء ووزير المالية وجه الرئيس السيسي أيضاً بإقرار علاوتين بتكلفة تصل لـ 7 مليارات ونصف المليار جنيه الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظفي والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي وزيادة الحافظ الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالي 17 مليار جنيه كما وجه الرئيس السيسي بزيادة قيمة المعاشات بنحو 13% بتكلفة إجمالية حوالي 31 مليار جنيه وترقية الموظفين المستوفين اشتراطات الترقية في يونيو القادم بما يحقق تحسنا في أجورهم بقيمة إجمالية تقدر بنحو مليار جنيه وكذلك تخصيص برنامج حافظ مالي يقدر بحوالي مليار ونصف مليار جنيه للعاملين المنقلين إلى العاصمة الإدارية الجديدة أعلنت وزارة الصحة تسجيلة 631 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحليلها معمليا بفيروس كورونا ووفاة 40 حالة جديدة وأوضح دكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية أنه تم خروج 533 متعافية من فيروس كورونا من المستشفيات ليرتفع إجمالية المتعافية من الفيروس إلى 147.767 حالة أدى وزراء الحكومة الليبية الجديدة اليمينة الدستورية أمام مجلس النواب في طبرق وتعهد رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد البيبة بالحفاظ على استقلال ليبيا وأمنها ووحدة أراضيها أكد مبعوث الأمم المتحدة الخاصة إلى سوريا جير بيدرسون أن تسعة إلى عشرة سوريين يعيشون تحت الفقر وشدد بيدرسون في كلمة من أجلس الأمن في الذكرى السنوية العاشرة للإندلاع الأزمة السورية على أهمية دخول المساعدات الإنسانية إلى سوريا من دون شروط وقيوط وطلب الأطراف السورية بالتفاوض تحت مضلة الأمم المتحدة لحل الأزمة سياسيا قال المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جرافث أنه بحث في اتصال هاتفي مع وزير الخارجي الأمريكي أنتوني بلينكين مستجدات جهود استئناف العملية السياسية في اليمن وذلك وفق إطار عمل الأمم المتحدة كما أشار إلى أن الاتصال تناول سبل المضي قدما بما يتضمن وقفا شاملا لإطلاق النار في البلاد وفتح مطار صنعاء وتخفيف القيود على الموانئ اليمنية قال البيت الأبيض أن كوريا الشمالية ترفض حتى الآن كل محاولات الولايات المتحدة الرامية لدخول في حوار وأوضحت المتحدث باسم البيت الأبيض جانساكي إن مسؤولين أمريكيين تواصلوا مع كوريا الشمالية عبر عدد من القنوات منذ أن تولوا منصبهم قبل نحو شهرين إلى أنهم لم يتلقوا أي رد وأضافت أن هدف واشنطن حاليا هو تقليل خطر التصعيد من جانب كوريا الشمالية قال وزير الخارجية الإيراني محمد جارد ضريف إن الوقت ينفذ أمام الولايات المتحدة لإحياء الاتفاق النووي بسبب الانتخابات الرئاسية التي ستجن في إيران في يونيون المقبل وفي كلمة أمام مركز السياسات الأوروبية أضاف ضريف أن الإدارة الأمريكية الجديدة لم تفعل شيئا مختلفا عما فعلته إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب نهاية المجاز وفي نهاية نوحة علم السادة المشاهدين بأن ترادل إكسر نيوز الجديد هو 11785 معدل ترميز 27500 معامل السخطاب رأسي شكرا لكم على حسن المتابعة شكرا لكم على حسن المتابعة